في خطوة مهمة تمثل أملا جديدا لسكان المحافظات المحررة بتعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال رفع القيود التي فرضها البنك المركزي قبل سنوات على شركات الصرافة في تلك المحافظات وعزلها عن التداول المالي مع بقية مدن العراق يقول اقتصاديون أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية هذا القرار الذي أقدم عليه البنك المركزي برفع الحجز عن الحوالات المالية سوف يحقق حقيقة نشاط اقتصادي أو حرك اقتصادي أو تجارية بين المحافظات أي تنعش الاقتصاد الخاص بالمحافظات المعنية عملية انتقال رؤوس الأممال خلنا نقول على سبيل مثال من الأنبار إلى صلاح الدين إلى كردستان أو بالعكس إذن سيخلق عملية هذا الانتقال عملية تحقيق مشاريع اقتصادية في محافظة الأنبار يؤكد أصحاب الشركات الرسمية المختصة بالتحويلات المالية بأن قرار البنك المركزي لم يطبق بشكل رسمي حتى الآن وأنه سيسهم في حال تنفيذه بتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في مدن المحافظة إضافة إلى أنه سيحقق استقرارا اقتصاديا نعم نأمل أن يكون هذا القرار بشمولية أكبر لجميع الشركات والمصارف أيضا عندنا في محافظة الأنبار مصارف حكومية وأهلية الأنبار وصلاح الدين والموصل هي من المناطق الآمنة والمحررة من عصابات داعش الإرهابي هذا القرار إيجابي جدا ولاقى ترحيب كبير خصوصا من الجانب الاقتصادي لأنه سينشط أولا حركة العملة داخل المحافظة وبالأضافة يكون هناك سيولة مادية للشركات الاستثمارية يعني بأنه وجود انتعاش اقتصادي واستقرار أمني مما يؤدي إلى دعوة للشركات الاستثمار باستثمار في تلك المحافظات من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي في تلك المحافظات وفي جانب آخر تتجدد الدعوات للحكومة المركزية لضبط سعر صرف الدولار ومتابعة منافذ بيع العملة غير الرسمية من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر